بسم الله اماراتي لان ما فيش هاشتاقات يا اولاد على الوتيوب خاص بالامارات على بركة الله يلا روح كتاب المدرسة يلا روح كتاب المدرسة تماما يا اولاد كنا اخر حاجة درسناها كنا نتكلم عن المضارع التام ها اولاد عندنا مجموعة اماكن تمام هل ذهبت الى عايزين التصريف التالت من فعل منتظم سي سين كلايم كلايم ترافل ترافل بي بي زا جريت وال افتشينا صور الصين العظيم افتشينا زا كوليسيا مابنى الكوليسيا روم افتشينا افتشينا زا تاج محل مقبرة تاج محل افتشينا هنا بهاف والتصريف التالت للفعل Have you visited ايا حاجة من دولي هولاد Have you seen have you climate هل تصلق the great wall of china have you traveled to have you been to اوك يا هولاد we use the present perfect to talk about أولاد أن نقول متى حدث ذلك وإلا يبقى ماضي بسيط أنا زرت مواقع تاريخية أخرى أولاد مستخدم صفات مختلفة لتجعل كتابتك أكثر متعة The gardens of the mosque are nice بدلنا يا أولاد nice, beautiful أوكي يا أولاد تعالوا نروح لسنين The old woman who lived in a show المرأة العجوز التي تعيش في شو شو يا أولاد يعني فردة حزاء البيتة يا أولاد وقت فردة حزاء شو مفرد شوز Look at the poem What do you think it is about The old woman who lived in a show What is strange about the building Can you think of other items that would make a strange home هل ممكن تفكر في أشياء أخرى عناصر أخرى نماذج أخرى تجعل البيت strange غريب Read and listen اقرأ واستمع Read and listen to the poem below اقرأ واستمع إلى القصيدة بالأسفل Answer these questions وأجب هذه الأسئلة Where does the old woman live أين تعيش المرأة العيوز What do the children eat ما زا يأكل الأطفال What gift is important ما هي الهبة المهمة The old woman who lived in a show كلا بيقاب يا أولاد There was an old woman who lived in a show She had so many children She didn't know what to do She gave them some soup شربة Along with some bread وبعد الخبز Then hugged them all tightly And sent them to bed وتحضنهم وبشدة وترسلهم إلى الفراش She raised all her children هي بتربي كل أطفالها With patience بالصبر And love والحب Never once did she give them A spank Shake Shake Or shove Her children All learned To be gentle أطفالها كلهم تعلموا كيف يكونوا gentle Toward أذر تقاه الآخرين And good parents too والدين طيبين أيضا صالحين أيضا قد تدي طيب و تدي صالح أولا When they became fathers and mothers عندما يصبحون أباء وأمها From their days in the show They learned this about living Kindness Kind عطوف Kindness العطف Not force وليس القوة Is the gift that keeps giving هي الهبة التي تحافظ على العطاء التي تستمر في العطاء تعال يا أولاد السؤال الأول Where does the old woman live في حالة وجود Does يا أولاد بنضيف للفعل S المفرد الغائب هبدأ الإجابة من بعد الفعل المساعد مين عندي من بعد الفعل المساعد بعد الفعل المساعد The old woman أو يا أولاد اللي عايز يقول The old woman يحكي ولا عايز يقول شي يحكي اللي عايز يتعوض عنها بضمير في حالة وجود Does بنضيف للفعل يا أولاد S الغائب What do the children eat Do ليس لها تأثير عايزين تبدأ وتقولوا The children eat ماشي عايزين تعوضوا عنها بضمير They eat ماشي They eat soup and bread and bread and bread What gift is important ما هي الهبة المهمة Kindness العطف is important when she lives in a show شايفيني يا أولاد شكل البيت مفرد شوز They eat soup and bread يأكلونا شرب وقبز Kindness is important values Being a caring person كونك شخص رائي caring كونك شخص رائي Caring Do you think the old woman is a caring person هل تعتقد إن المرأة العيوز شخصية رائية ؟ Why Why not Yes أعتقد أنها شخصية رائعة لأنها شخصية عطوفة متعونة ما هي الصفات التي تستطيع أن تستخدمها لوصف شخص رائع يكون كائن كائن يكون جينيراس كريم يكون متعاون أند مسموح لأستخدم أند يا أولاد مرة واحدة بس أند هارد وورتينج ومجتهد في عمله حلوين الصفات دون يا أولاد يلا نصبطهم تمام كده يوضحين يا أولاد أهو الحمد لله لسنتين مائي هوم تنكبت عن بلدينج ومكانات التي تتحدثت إحنا كل يونة أولاد يتكلم على هومز خلاص أتكلم عن نفسي أنا أين أعيش كل واحد يا أولاد بيحدد هو عايش فين I live I I live I I live in 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 نختار يا أولاد أي بيت إحنا عايشين في I live in a villa اللي عايش في فيلا I live in a high-rise flat أعيش في شقة في بناية عالية I live in a bungalow أعيش في مبنى من طابق واحد Where do your friend live أقول على صحابي زي أقول على صحابي زي وصحابي عايشين فين they live they live كل إجاباتنا يا أولاد تبقى مختلفة كل واحد عارف صحابه عايشين فين they live in a ممكن يكونوا عايشين معانا برضو يا أولاد في high-rise flat ممكن يكونوا عايشين في بانجلو بعد كده يا أولاد mengal and complete the table for your class جبنا الفصل سألنا لأولاد where do you live أين تعيشون and put a tick عملنا tick in the correct column في الخانة الصحيحة أنا مثلت يا أولاد تمام؟ إن عدد ده اختاروا بيعيشوا ثلاث شقة فيلا خمسة بانجلو two palace one بعد كده بيقول look at your result with a partner انظر إلى النتائج مع شريكك do you have the same results which type أي نوع of home is the most popular الأكثر شعبية الأكثر محبوبا لو بصنا على أعداد يا أولاد هللاقي flat flat is the most popular home هو البيت اللي هو جاب أكثر عدد write three comparative sentences أكتب ثلاث يوم المقارنة about your results عن نتائج for example على سبيل المثال more people ناس أكثر live in a palace than in a flat ناس أكثر يعيشون في قصر عن ما يعيشون في شقة أكثر احنا بصرنا على أعداد بتاعتنا يا أولاد لقينا العكس هنا احنا عندنا في شقة شقة في بناية عالية أكثر أقولنا more people ناس أكثر live in a flat than in a palace عكس الجملة يا أولاد هو عمل أعداد لنفسه fewer يا أولاد fewer يعني أقل fewer people ناس أقل جاي من few يا أولاد قليل العدد live in a bungalow بيت من طابق واحد than in a villa شايفين يا أولاد اللي عايشين في bungalow أقل من عايشين في villa fewer أقل more people live in a villa ناس أكثر يعيشوا في villa than in a palace أكثر من اللي عايشين في palace أقل يا أولاد معنا اختيارات آخر حاجة لنا my learning my brother احنا كابين يا أولاد عشان الوقت الفيديو my brother has ماذا يأتي بعدها هاز يا أولاد تصريف سالس past participle my brother has been to new york وذهب وعاد يا أولاد هاف هنا أولاد معنا هل هل تسلقت جبل من قبل؟ بعدها في أولاد يأتي بي 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 past participle they all seen the great wall of China جميعهم رأوا صور الصيني العظيم زي بتاخدها في أولاد For the journey, الرحلة is very long, about 1,000 kilometers. الرحلة طويلة جداً, حوالي 1,000 kilometer. I couldn't believe my eyes. مكنتش مسدق عناية. The view, المنظر was amazing. رائع, مدش. Number six, the old woman lived in Ashok. المرأة العجوز تعيش في شو. فردت حزاء. ماضي يا ولاد كانت تعيش في شو. A caring person. الله يا ولاد. الشخص الراعي is kind. أطوف to others, على الآخرين. حامد is respected. حلوة جملة يا ولاد. Respect يحترم. لا, حامد is respected by others. يحترم بواسطة الآخرين. لكن respect يا ولاد يحترم. ما ينفعش يحترم بواسطة الآخرين. ولا respected احترم بواسطة الآخرين. لا, إذ والتصويف الثالث يا ولاد. تبقى مضارع مجهول. يحترم. فاكرين المقارنات بتاعتنا يا ولاد؟ أهو. More people live in a flat than a house. Most يا ولاد ما يجيش معها than. وميني ما دخلتش مقارنة. ميني كسير. أنا بعمل مقارنة بين flat وهوس علشان كده استخدمت more أكثر. Tarex house منزل طارك يعني it يا ولاد. منزل طارك غير عاقل. عوض عنه بضمير it. It بتاخد هاد. Tarex house has more rooms. بيه حجرات than أكثر من than abdallas. abdallas يا ولاد الabostrof s هنا abdallas howis. ولكن هو ممكن يكتفي بعلامة s أو abostrof s وما يذكرش كلمة howis. وبكده يا ولاد نكون وصلنا الدرس ثاني عشر. يا رب بيكون أفدتكم. ما تنسوش زي ما انت وعدتوني. Like للفيديو. Subscribe للقناة. شجعونا نكمل معاكم. ونشروا لنك الفيديو في جروباتكم في الإمارات. برقم إماراتي. نرجع وننجر الفيديو يا ولاد. نرجع معاكم لو أي حاجة تروز فاتتكم. تقدروا تشوفوها. الإجابات. هاي يا ولاد. مهمة جدا يا ولاد في المنهج يونيت ون. وكي يا ولاد. تمام. اسن سوي. اسن تو. أو يا ولاد الماشروم. كنا نتفرق على شو دلوقت. يا ولاد نشوفنا بيت الماشروم. شايفين روف غاردن. وصولار بانيلز. والبئر وسطون حجر. وود خشب. لارج ويندوز. نوافز. كبيرة. شفنا يا ولاد اليونيت اهو. يونيت ون. أول درس. هومز. شايفين يا ولاد. ذيلا. بانجلو. هط. إيكو هاوز. هاي رايز فلاد. بالس. والأسئلة يا ولاد متجاوبة باللون الأحمر. بعد كده الماشروم هاوز. بعد كده مباري غريبة يا ولاد. ونستخدم ماصد. متأكدين إثبات. كانت متأكدين نافي. كود ومايت غير متأكدين. مصدر. مدينة مصدر. إيكو سيتي. صديقة للبيئة. تستخدم الطاقة الشمسية. سولار بانيلز. ثلاثة إعلانات يا ولاد. الزمان والمكان. والعروض اللي بيقدموها والتاريخ. اوكي يا ولاد. كود شانتاك. إثبات النفي ونفي الإثبات. هو يقول R أنا أقول aren't. هو يقول is أنا أقول isn't. هو يقول play ما فهاش S. أنا بستخدم don't. لو قبل فعل S بستخدم doesn't. أبستروف V.E. هي اختصرهاب. بايت haven't. لايك ما فيش فعل مساعد. أنا جبت من عندي ضنط. أوكي يا ولاد. بانجلو. مبنى من وان فلور. مض هو صوفت ماتيريال. مادة طرية على الأرض. The house is made of stone. مصنوع من الحجر. You can borrow books. تستعير كتب. أكيد library must be. I can see tall buildings. شايف tall buildings behind the house. خلف المنزل. في الريف ما عندناش يا ولاد. Toll buildings. It can't be in the country site. لا يمكن أن يكون في الريف. There are people inside. شايفين في ناس في الداخل. It could be a museum or an art gallery. والله ممكن يكون متعف أو معرض فني. أنا مش متأكد عشان كده استخدمت كود. مش متأكد في المبنى يا ولاد. لكن الإجابة كود. أصلاح أقول لك مش متأكد من الإجابة الأستاذ. لا أنا أتكلم عن المبنى. I would like to live in مصدر. عايز أعيش في مصدر. في أسباب. Because it is an eco city. I'd prefer. أفضل فين آيد يا ولاد. أباستروف دي. اختصار ود. هي الحرف الأخير فوت. You play basketball at the weekend. لو في أر يا ولاد ناخد أرند. لو في ضن ناخد دون. ما فيش فعل مساعد. بلاي. في حالة وجود فعل مضارع. غير منتهب اس. باستخدم ضن. إذا في المستارت. في حالة وجود فعل مضارع. منتهب اس. باستخدم دزن. ما قدرش أخد إزنت يا ولاد. لأن ما فيش في الجملة إز. ما قدرش أخد ضن. لأن الفعل أخر إس. وبكده أولاد يكون ألقينا نظرة. على بعض الدروس. اللي فاتت. بعض الأولاد. يا ربكم أفضتكم. إن شاء الله. أشوفكم في فيديو قادم. بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.